السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اليوم لدينا فائدة وهي مهمة لجميعنا لأن نعلمها ونطبقها ونعلم غيرنا بها يقول الشيخ صالح بن فزان فزان في شرح كتاب الكبار للشيخ محمد بن عبد الرهاب باب الاستزاء وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وقوله فاتخذتموهم سخليا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخل قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم الآية والحديث ذكرها عمون يقول الشيخ صالح فهذه طريقة المنافقين في السخرية والاستزاء في قديم الزمان وحديثه وهي من كبائر الذنوب فالمؤمن عزيز على الله فلا يجوز تنقصه ولو كان فقيرا ولو كانت عليه ثياب رثة قال صلى الله عليه وسلم رب أشعة مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره والأشعة هو المبعثر الشعار والمظهر مدفوع بالأبواب يعني لا يقبل ولا يستضاف يعني لا أقسم على الله لأبره فالمؤمن عزيز على الله ولو كان فقيرا معدما فالقضية ليست بالمظاهر والأشكال فانظر وتفكر ما قاله الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك إجسامهم وإن يقول وتسمع لقولهم فهم يظهرون بالأشكال الحسنة والفصاحة واللباقة ولكنهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله فلم تنفعهم فصاحتهم ولا باقتهم ولا أناقتهم ولا لباسهم ولا حسن أجسامهم عند الله لما لم يكن عندهم إيمان بالله عز وجل إلى آخر ما قال نعمل الأمر لاحق Reallyicano sponsors ір القيام رجل رجل بسر شكرا